ولازم ينحل مجلس المفوضين ولازم يتعدل قانون مفوضية الانتخابات ولازم يتعدل قانون انتخابات مجالس المحافظات هم راح نستقتل هم راح نخوض معركة ضارية بالأيام القادمة ولازم يتعدل قانون انتخاب مجلس النواب أيضاً مو بس مجالس المحافظات انا ما ادري اذكرت قبل شوية مجالس محافظات او مجلس النواب والمهم الاثنين ذلك ثلاث قوانين لازم يتعدلن وحتى لو تطلب الموت في سبيلهم لان ما عندنا استعداد الشعب العراقي ان يبقى عبيد لعبيد وليس لأسياد عبيد لناس كانوا يتحصرون على لفة فلافل في دول الخارج عبيد لأراذل القوم ما عندنا استعداد لازم الشعب العراقي يعود اسياداً كما كان منذ فجر التاريخ حتى هذه حتى سنوات ماضية يعني قبل عقود لازم يعود ما عندنا استعداد انه نتفرج على تفاهات المجتمع العراقي ونفايات العراقيين يتحكمون بالبلد ويقتلون ابناء كل واحد سقط البارحة كل قطرة دم مو كل واحد يساوي كل شوفوا هنانا واضح كل الطبقة السياسية العليا كلامي دقيق محامي ومشرق رجل دولة الطبقة السياسية العليا الطائفية المتحاصصة التي حكمت وتحكمت بالعراق من عملاء امريكا ومن عملاء دول الجوار الذين تحكموا بالعراق من الفين وثلاثة حتى هذه اللحظة قطرة الدم لا والله النعل او الحذاء الذي كانوا يرتدونه اطهر واشرف واكرم عند الله من هؤلاء الذين يتحكمون بالعراق